أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على نهود بشبه دزيرة سيناء في مختلف المدلات والقطاعات من خلال قطة متكاملة تشمل نواحي التعليمية والصحية والاجتماعية جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء تقرير بشأن دعم العملية التعليمية في سيناء في ضوء استكمال المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة وأشار مدبولي إلى أن التنمية لا تستهدف فقط بناء الحجر بل تسعى إلى بناء المواطن المصري في مختلف المجالات